انا عندي ستين سنة. ستين سنة. انا ما بكون نايمة بيجيلي خفقان اه جامد اه في قلبي وبقى مش قادر اخد نفسي. اه. وحسن نفسي طبق عليا. اخبار ضغط الدم ايه? نعم. ضغط اه عالي. عالي. طيب. اه. طيب ما بزبطيش الضغط ليه يا فاتح. بزبط حضرتك انا باخد علاج اه يعني احيانا بيوصل ميتين على مية. طيب. واخر مرة اه مية وعشرين على خمسي اه مية وخمسين على خمسين. اه. فالدكتور بيقول لي انا عندي اه اه تقن في القلب. فانا مش عرفة يعني اه تقن في القلب. اه تقن من مش في القلب. فالرقى نتيجة القلب. يعني لما ضغط بيعلة ممكن يحصل حاجة اسمها ديستوليكس فانشن. وظيفة القلب اللي انبساطية. او والانقباضية يحصل فيها خلل. اه. والانقباضية يمكن متأخرة شوي. انا اعتقد اللي عندك اللي هي الانبساطية في الأول. دي بتخلي قدرة القلب على سحب المية من الرقى تقل. فيحصل اه تقن في الرقى تلاقي نفسك مش مرتاح. لما بتنامي على ظهرك. بتحس ان الن نفسك مخنوق عايزة تقومي تهمي كده تعودي؟ آه طيب لازم تعالي المخدات حطي مخدتين أو ثلاثة دي هتريحك شوية بس دي حاجة إجراء مؤقت لكن مهم جدا يا أستاذة فاتن تعملي رسم قلب نشوف كده عضرة القلب أخبارها إيه نعمل موجسة تطيع للقلب عشان نشوف المقاسات بتاع البطين والأزين وسمك الجدار لأن من مشاكل الضغط أنه بيعمل سمك في جدار القلب تبدأ كعمليها في السلوشية وقائية لعضرة القلب ومع الوقت تبدأ تبقى مشكلة مرضية ويحصل النهجان وتحصل الديستوليكس فانكشن لعملية الريلاكسيشن أو الارتخاء أو قدرة القلب على سحب الدم وبالتالي سحب المية وبالتالي يحصل احتقان الاحتقان ممكن يحصل في الرأة في عمل النهجان ممكن يحصل في البطن يعمل استسأة في المراحل المتقدمة ممكن يعمل احتقان في الساقين أو القدمين وتلاقي الرجل بدأت تهورم شوية كده تغريز صبوع كده تلاقي اللي بيغرس دي معناها برضو ان القلب مش قادر يسحب نتيجة ان الضغط عليه عشان نزبط الضغط فيه حاجات كتيرة جدا مهمة حاجات في الغذاء لازم اقالي للملح والمخللات في علاج الضغط نمط غذائي ودوائي لازم ابدأ اتحرك شوية اخس لوزني زيادة شوية لازم اغير نمط الغذائي بتاع الاكلة على السعرات الحرارية والاكل السمين والاكل اللي فيه ملح زيادة الملح ده عدو القلب الاول واحنا في مصر للأسف احنا بنا عيش وملح ده احنا الملح ده ثقافة شعبية ده في الكلور مصري يقولك ايه احنا بنا عيش وملح طب ما ينفعش يبقى بنا عيش بس من غير الملح لا لازم الملح رغم ان اللي عيش فيه ملح كتير رغم ان احتياجاتنا من الملح 6 جرام في اليوم بس ممكن تاخدها في الفواكه وفي الخضروات العادية بدون اضافات لكن لازم الملحة تبقى موجودة على الصفرة والملحة تؤدي الارتفاع ضغط الدم الذي ينتهي بتضخم القلب واللي يعمل الاحتقان اللي استاذ فاتن قالت عليه وقد ينتهي لقدر الله بلخبطة في كهربة القلب لو حصل تمدد في عدد القلب او حصل قصور في الشرعين لسه احنا بنتكلم على اسباب كهرباء القلب والطراب نبضات القلب ايضا ضغط الدم من ضمن اسباب اختلال كهرباء القلب وضغط الدم ده مشكلة كبيرة جدا يعني مش بخوفكم فيه او بخوفكم منه لكن هو الحقيقة على قد ما هو سهل علاجه لكن هو اهماله والتغادي عنه وتطنيشه انا عندي ضغط بسيط لما بصدع باخد حباية ده اوحش اجراء مصري واوحش تقليد مصري انك تاخد حباية الضغط وقت ما تصدع وبعكب ايضا الايام لا انا حاس ان الضغط مزبوط طب قيست الضغط لا بقيستش الضغط طب ازاي يعرفت ان هو منصبوط اصلي مش بصدع النهاردة قالوا يا حبيبي ده الصدع ده ممكن يكون نتيجة هبوط الضغط مش ارتفاع الضغط عمر مكان الصدع هو العرض الرئيس لضغط الدم ارجعوا الكتب بالقلب كلها عمر ما قالوا ان الصدع هو عرض لارتفاع ضغط الدم ده الصدع ده ممكن يجي مع الارقاب البشعة يعني ممكن يبقى عندك ضغط الدم عالي وانت ماشي زي الفلة تقول ده انا فلة صحيتي كده ولما تشيك صدعي بضغطك 200-220 بقى داخل على مشكلة كبيرة في المخ فانا مش هستنى لما يبقى عندي الضغط عالي ويصدع جامد جدا ويحصل نهجان ويحصل اضطراب في نبض القلب ويكون اول عرض لضغط الدم ايضا هو اختلال في كهرباء القلب ونبض القلب ولا يازو لا سكتة قلبية فالاكتشاف المباكر لضغط الدم ايضا ده وقاية من اختلال نبضات القلب طب ازاي يعرف ان انا عندي ضغط الدم وزاي احمي نفسي من السكتة القلبية المفاجأة ومن اختلال كهرباء القلب ومن الازمة القلبية من سبب بسيط اللي هو ضغط الدم وعلاجه ابسط ما يمكن دلوقت وعندنا ترسانة هائلة من الادوية اللي بتزبط ضغط الدم لو انت عندك تاريخ هائلة من ضغط الدم ايه بعد سن العشرين لازم تدور على ضغط الدم انا دايما اقول الصيحة بتاعتي ايه وقت انسوا الكلمة دي فتش عن الضغط قبل ان يفتش عنك الضغط ابحث عن الضغط قبل ان يبحث عنك الضغط فكروا في كلمة دي لمدة